السلام عليكم أصدقائي ورحمة الله وبركاته اليوم سأتحدث معكم عن نظرية التصميم الدكي التي تعتقد بأن هذا الكون وكل ما فيه هو نتاج مصمم ماهر هذه النظرية هي مثلتها بوحدة من الحلقات المؤخرة ومثلتها مثال الحديقة المهملة أو التي لم تتركها أصحابها وعادوا فجأة بعد فترة ووجدوا أن هذه الحديقة فيها بعض الأشياء التي تدل على وجود بستاني داخل هذه الحديقة وعندما سألوا جيران نفع الجيران وصول أي أحد أو وجود أي شخص داخل هذه الحديقة بعد ذلك حاولوا أن يتأكدوا بأنفسهم هم شخصان من أصحاب هذه الحديقة الأول قال أن هناك قوة خفية تأتي وهي التي تنظم كل شيء فيما الشخص الآخر يقول لا نرى أي شيء المهم هذا ضربت المثال وراح إذا تردون أحب أفصل لكم الموضوع وكيفية ترجيح فكرة على حسابه الأخرى وهي نفس الفكرة التي يتحدث بها الذين يؤمنون بوجود إله أو وجود مصمم دكي أو وجود قوة خفية تخلف هذا الكون هي التي قامت بخلقه وتصنيعه أو إيجاده اليوم سأتحدث عن قضية التصميم الدكي وكيف يمكن أن نتعامل معها هناك إشكالية في هذا الموضوع أن البعض يقول أن هناك تصميم خفي ومصمم والطرف الآخر يقول أن لا وجود لمصمم من هذا النوع أنما الأشياء حدثت بهذه الطريقة أو أننا على الأقل لا نحتاج أن نعرف كيف يكون مع علينا أن نقول ما نعرفه ولا نفترض أشياء لا نستطيع إثباتها النهاية راح تتفصيل على هذا الموضوع بنوع من أنواع المفاجئة التي لا تسر لأنصار فكرة التصميم الدكي أو فكرة وجود إله أو أعداء هذه الفكرة من الملحدين أو اللا أدريين فانتظروني وشوفوا النتيجة النهاية في عام 1789 نشر الفيلسوف السكتلندي الشهير ديفد هيوم وكان فيه عمر صغير في السن واحدة من أهم أعماله تأثيراً وعنوانه مبحث بشأن الفهم البشري وكان عمره 25 عاماً لا أعتقد سنة 1746 يعني لأنه مواليد 1711 هذا العمل كان مهم جداً وفيه تقدم طروحات مهمة جداً ندحض فيها كل مجال للتصديق بوجود مؤجزة وما زالت هذه الأدلة التي قدمها معرض البحث ومحاولات التحدي مستمرة ضدها دون جدوى ماذا فعل هيوم؟ وضع مبدأ قال أنه أنا سميت تكذيب المؤجزة أرجح من تصديقها كيف؟ قال بأنه الأحداث غير طبيعية تتطلب أعذار وأدلة غير طبيعية فقال بأنه نقول لكم تعبير هيوم نفسها قال أنه كانت هناك مؤجزة فماكو أي شهادة تكفي لإثباتها إلا إذا كانت هذه الشهادة كذبها أكثر أجازاً من الواقع التي تحاول إثباتها مثلاً إذا أخبرني إنسان بأنه رأى ميتاً يبعث فسأسأل نفسي فوراً أيهما أكثر احتمالاً أن يكون هذا الشخص خادعاً أو مخادعاً أو مخدوعاً أو أن الواقع التي يرويها وقعت فعلاً أيهما أقرب إلى التصديق فبالتالي علي أن أوازن بين المؤجزتين وطبقاً لرجحان أحد المسألتين أرفض المؤجزة الأكثر إعجازاً من الأخرى والتي طبعاً يبدو أن البهتان بها أكبر فبالتالي أنا سوف لن أظن أو أتوقع بأن هذه المؤجزة قادرة على أن تحكمني أو تغير رأي أضافة لهذا المبدأ وهو التفضيل أن تصديق الاحتمال الأقرب إلى الصحة الذي تراه أنت أقرب إلى الصحة وتكذيباً للبعيد قال وتعضيناً على هذا القول أنه أحنا لن نجد في التاريخ كل مؤجزة شهد عليها عدد كافي من الناس وقال أنه ليش من الغريب أنه مثل هذه العجائب والمؤجزات لا تحدث أبداً في أيامنا هذه فبالتالي أنه ليس من الغريب عندما تأتينا الأخبار بأن هناك أو ناس صدق لم يصدقوا بالإنبياء أو لم يصدقوا بالإنبياء هم محدودين ولم يروها ولم تتكرر أيضاً وأيضاً لم نجد شيء مقارب لها في حياتنا اليومية الآن هذا ليس مو موضوعنا ولا موضوع أننا نريد أن نكذب وجود الله أو نصدق ليس هذا الموضوع الأساسي الموضوع الأساسي هو أننا نريد أن نطبق هذا على فكرة التصميم الذكيب وأن نفتح أذهاننا على أن هناك شيء اسم العلم أنه هو الجذير بأن نتبعه وهو الذي يستحق أن نصرف الجهود عليه لك لأنه فعلاً هو الذي يحقق لنا منجزات ما بعدها منجزات المبدأ التصديق على فكرة وجود مصمم ذكي لا بس سنوضح بعد ذلك ما هي جدوى هذا الاعتقاد ولماذا يتم الإصرار عليه عندما نطبق هذا المبدأ يوم على الطبيعة ماذا نجد؟ نجد بأنه هناك عدد هائل من الكائنات الحية بالملايين وهاي منذ ملايين سنين موجودة فما الذي علينا أن نتوقعه؟ هل نتوقع بأن هاي الملايين من الأنواع الحية التي يقال بأنه 9900 من مئة من أتها انقرضت تماماً ولم نبقى إلا هاي الكائنات اللي هي عددها بالملايين حالياً هي ليس إلا واحد بالمئة من الكائنات التي وجدت على السطح الكفرة الأرضية فالآن أدب أن نطبق مبدأ ديفيد هيوم ماذا نرى؟ نجد بأنه النظرية الأكثر عقلانية لوجود سبب وجود هاي الملايين العشرة أو العشرين من الكائنات أو العشرات الملايين من الكائنات أنواع الحية فماذا نجد؟ هي لا نستطيع أن نقول كلها خلقت بهذا الطريق الحل خلقت لوحدها بشكل منعزل وعلى بشكل منفصل الأرجح بأنه هاي العملية الكائنات استمرت بالتطور وأجرت عليها تعديلات مستمرة خلال ملايين السنين وتبعاً لاختلاف الظروف هاي كلها أنتجت أنه عشرات الملايين من الكائنات الحية وأيضاً فضلاً عن الكائنات التي ما زالت هذا الطرح الذي هو نفس التسائل الذي طرح سبينسر في القرن التاسع عشر قبل أن تشتهر نظرية التطور لدارون يبدو أنه جماعة الذين يؤمنون بوجود تصميم ذكي هؤلاء هم أو تصميم ذكي أو نظرية الخلق أو الخلق الدينية هؤلاء ماذا يفعلون؟ لا يشرحون ولا يفسرون لنا الظاهرة الطبيعية كما يفعل العلماء أو علماء الساين سأخصد وليس علماء الدين هؤلاء إنما يحيلونها فوراً إلى قوة غير طبيعية وغير مرئية ولا نستطيع الاكتشاف وجودها ويقولون أن هذه القوات تعمل خارج الكون والمفارقة أنه دائماً كلما أنت تثبت لهم شيئاً وتقول أنه انظروا هذه مثلاً على رجعنا المثال الحديقة أو هي بعبارة أخرى الكون بأكمل نقول له يشوف هذا مثلاً فيها نوع من الفوضى أو الاعتباطية بينما هناك شيء تبدو منظمة ومرتبة هناك كائنات غير مكتملة النمو فيها قصور هناك كائنات أو أطفال يتمرضون ويموتون هناك زلازل وما إلى ذلك فدائماً يجد لك عذر يجد لك حلول ودائماً يحاول يقومون بتعديل نظرية تصميم ذكي بشكل يلائم ما تقوله فبالتالي هم يصبون إلى نتيجة دائماً واحدة أنا أوصف الآن موقف كل من الطرفين دون أن أتحيز إلى طرف على حساب الآخر لكن أن يتحيز طبيعي إلى الطرف العلمي الذي يقول بأن هذه الطريقة هل هي مجدية أو غير مجدية فهؤلاء يقولون مدام موجودة قوة خارج الكون فبالتالي إذا اتبعنا هذا النمط من التفكير فبالتالي لا يوجد داعي أو جدوى من البحث عن أي علاج لمشكلة في العالم الطبيعي لا بد علينا مثلاً مسألة طبية لا بد نتوجه بالدعاء لهذه القواء الغيبية وبدون أن نجري أي عمليات تجريب أو أي علاج وهذا بالفعل اللي صار لأنه عبر التاريخ أنه الأنصار النظرية التصميم الذكي أو النظرية الدليل الوجودي هؤلاء دائماً تجدهم لا يتبعون فكرة التجريب طبعاً قدمت أنه الفرق بين الدراسات الحديثة حتى الدراسات الفكرية الفلسفية المنهجية الحديثة والقديمة هي الدراسات العلمية أيضاً أنها تفتقر إلى التجربة دائماً كانت هناك ما دائماً يكون منطق بالموضوع فالتجربة لا نحتاج التجربة العلم الحديث من بيكون إلى اليوم بدأ بالتجربة أنه تطرح فرضية وبعد ذلك تختبرها وذا نجحت في ظروف مختلفة وجهات مختلفة الأماكن مختلفة وتكررت النتيجة وتنجح الفرضية تصير بالتالي نظرية والنظرية بمعناتها اقتربت للحقيقة وليست هي الحقيقة لكنها الأكبر درجة من الحقيقة موجودة لا يمكن نفيها إلا يمكن تكذيبها ووضع فرضية أو نظرية أحدث منها مثل ما حصل مع أينشتاين ووضع نظرية أفضل من نظرية نيوتن وقدمت التفسيرات للطبيعة ووصف للطبيعة أفضل مما قدم نيوتن ويعني أغلق الثغارات الموجودة في نظرية نيوتن نفس العملية الصريعة هناك مشكلة يواجهها لجماعة التصميم الذكي أو النظرية الإلهية هؤلاء أنه إلى من يتحدون مثلا نجي على فرضية دارون دارون الرجل قدم نظريته سنة 1859 نشرعه في كتاب أصلي أنواع هذا كان طرح غير اعتياجي على الإطلاق وكان ادعاء كبير جدا بل هائل وآثار ضجة كبيرة والكل تحدوه أن يقدم دليل قوي على نظريته وقالوا أن الأدلة التي قدمها في كتابه غير كافية وهذا بالفعل هذا التفكير العلمي المنهجي الصحيح أن هذا الرجل قدم لكم أدلة واشتغل حياتك لها على هذا الموضوع لكن مع هذا قالوا لا أدلة ما تغير كافية ماذا حدث بعد ذلك الذي حدث أنه كان الدليل الذي قدمه دارون لنظريته كان دائما وطبعه هو ليست نظريته الوحيدة كانت هناك نظريات كثيرة للتطور ودائما نقول أكو فرق بين نظرية التطور والتطور التطور حقيقة دامغة موجودة ليست مسألة افتراضية نظرية التطورية محاولة لفهم ما هو الأشياء التي تتطور أو الكائنات الحية التي تتطور فبالتالي النظرية الدارون هي النجحة ومع استمرار السنوات والعقود ويوم بعد آخر السنة عقد بعد آخر حتى يومنا هذا أصبحت نظرية لا تقبل الشك وانتهى الموضوع يعني أما من يحاول أو لا تصدق من يتحدث أنه النظرية بها فشل يعني الناس مفتقدين للنزهة على الأقل للأخلاقية في كشف هذا الموضوع لأنه يعني أنا حتى يعني أخجل أسمع واحد يكذب يعني أنا أخجل من يمي أسمع من عند يكذب أو هو موهم فبالتالي هذا الموضوع يعني مخجل جدا وأعتبره وصمة عار على كل شخص ينكر هذا الشيء يعني مع احترامه للجميع لكن هو لابد أن يقال هذا الشيء معناته هذا ما وصل إلى مرحلة من الفهم والتلقي الأشياء بحيث يتجاوز العاطفة أو العقيدة التي يؤمن بها فبالتالي هذا الشخص يعني صعب 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 ينقذ نفسه من من تعصبه أو عاطفته التي تمنعه من اكتشاف الحقيقة أو الاعتراف بها على الأقل لا يمتلك شجاعة الاعتراف بالقياس نفسه إنما دام أنه هؤلاء جميعا من اللي اعترضوا على داروين وطالبوه بتقديم الدليل هذا الدليل تم تقديمه عشرات المرات بل مئات المرات آلاف المرات تم تقديم على صحة هذه النظرية لكن اليوم أنت الرجل طلبك بالبراهين قدم لكم البراهين الآن تقدمونا يعني البرهان يعني عبء البرهان يقع على عاتقكم الآن أما أنت تدعي الدعاء كبير غير عادي وهذا المبدأ اللي وضعه يوم أنه الدعاءات غير عادية تتطلب تقديم أدلة غير عادية فبالتالي الآن مهمتكم أنتوا أن تقدمونا أدلة غير عادية ومثل ما أنتوا هذا يعني مسألة منصفة وعادلة ولابد أن تقدموا للدليل وإلا فيبقى مجرد كلام فارغ وله علاقة بالعاطفة وليس له علاقة بالألم هناك أيضا مغالطة يسموها مغالطة الحصر بين بديلين إما أو ما هي هذه المغالطة هذه المغالطة تقول أنه أنه ما دام أنه هذا ما لم نستطع نثبت وجود ألف فهذا لا يعني بأن أباء هي صحيحة هذه المغالطة تنبين على افتراض بأنه شنو أنه هناك طريقين الطريق الأول يقول أكو قوة خفية خلف هذا الكون أو الوجود أو أي شيء والنظرية الثالية تقول أنه هذا الحال الألف أنه هذا الكون هو هكذا ولم نجد أي دليل على وجود قوة خفية فعندما نثبت أنه من يقول أنه لا وجود دليل فهذا لا يعني الذي تفترضه هو صحيح فعندما يدعي الخلقيون أو الذين أعداء الداروين فهذا عندما يطبقون هذه المغالطة يدعون مثلا أن الحياة إما قلق هلقها الإله أو تطورت طبيعيا فهم محاولتهم شنو يعني حتى يعني سعيهم الرئيسي هو سعي غبي طبعا بالصراحة لأنه ما يريد السوائر يتخيل بأنه كل ما حاول يجحض أو يضرب أو يبرهن على فساد نظرية التطور هو ما يعتقد؟ يعتقد بأنه الماء سيذهب إلى غابته أو إلى حقله يعني لا يعني أنه إذا افترضنا نظرية التطور أو داروين غلط لا بأس لكن هذا لا يعني أنه أنت صح هذا موضوع هو وهم أجلهم كبير والسبب علميا السبب واضح أنه معروف أي إنساء حتى منطقيا أحد يقدر تفكرها فعلميا أنت يعني دحض نظرية مقبولة فلا يعني أنه تستبيلها بنظرية يعني تسطح يعني لا تستطيع شرح أو تفسر أي ظاهرة من الظواهر التي تدرسها النظرية الفاشلة هذا شيء مختلف تماما وأيضا ربما عندما نسأل بعض الأحيان عندما أسأل واحد يقول يا بأنت ليش تعتقد بأنه يعني شنو الدليل على إثبات أنه أنت لديك أنه هناك تصميم ذكي قال هو الدليل أنه نشوف نظرية التطور غلط يعني قلت له هذا طبعا هو هنا هو هنا تتبين أتهم الخطيئة الكبيرة أو الخطأ الكبير الذي بربط مسألتين لا علاقة بينهما وجعل الانتصار كما قلت انتصار النظرية التصميم الذكي أو النظرية التدبير الإلهي هي الصحيحة فقط لأن نظرية التطورية خطأ وعلمة هي نظرية التطور أصلا لا تفسر لشوء الحياة إنما تفسر كيف تطورت الحياة وتطورت الكائنات ما لا علاقة يعني الحياة كيف ظهرت مو موضوحة هو تفسر كيف استمرت هذه الصيرورة الحيوية للكائنات البيولوجية إذا صحة تسميه طبعا هناك مغالطة أخرى يسمى مغالطة وجود ثغرة بينها التطور بين التطور الانتقال بين الكائنات مثلا عندما تحول انتقلت الكائنات من الكائنات مائية إلى كائنات برمائية وكيف حدثت هذه العملية يعني هذه صارت الفترة الانتقالية بين الثديات البرية القديمة والحيتان الحديثة فهذه يقولون دائما أن هناك حجة جاهزة ناتانس لا أذكر اسمها بالعلمي أبد اسم لا أذكرها بالضبط هذه يقولون هناك هناك فرق بين عملية انتقال صارت فجوة كبيرة في هذه المسألة هذه طبعا الحجة هي حجة لا يمكن أن تكون صحيحة لأن العملية تثبات البرهان النظرية لا يتعلق بثغرة واحدة إنما هناك عملية التطور يعني ما تحدث بسبب انتقال من كائن إلى كائن هناك عشرات المجالات التي تتدخل بهذا الموضوع يعني مجالات العلاقة بالجيولوجيا بالفيزيولوجيا المتشرح المقارن الكيمياء الحيوية البيولوجيا الجينات عشرات الأشياء فعدما أكون واحدة من أنت هناك ثغرة هذا لا يعني بأنه فساد الموضوع مهما يكون لا يوجد هناك أي اكتشاف في أي حقل وحده هو لشكل التطور كما قلت هي مجموعة كبيرة من المعلومات والداتا والبيانات التي تشكل مع بعضها وتدرس مع بعضها وتقارن وتفحص وتدقق كلها تشير إلى أن الحياة تطورت ضمن تسلسل خاص قبل عملية فريدة وهي التي تجعل بالنظرية التطور علامة مميزة في فهمنا للعالم من حولنا حاليا وأيضا ما زالت هي أيضا معرضة للتكذيب فالذي يتقدموا ويكذبوها بالعكس يا ريت يعني المسألة ليست مسألة سرية أو مسألة مخجلة هو العلم يقول لك أنا احنا نبحث عن الناس يثبتون خطأ نظرياتنا وخطأ كل ما نقدمه هو هذا السعي الحقيقي للعلم هو هذا العلم الحقيقي هو هكذا بينما أنت عندما تجعل جماعة النظرية الإلهية رأسا يثور ويتعصب عندما تقول له أنه نظريتك كلا لا يوجد دليل عليها ولا يوجد أي شيء يدعمها أو يساندها على أرض الواقع فهذا الدليل على أن المسألة هي علاقة بالعاطفة وليس لها علاقة بالعقل يعني أو الرتبة الألمية الرفيعة المستوى أمر مهم آخر هو العلاقة بنيوتن نيوتن في فترة يعني عندما بدأ يحاول يضع قانون لمدارات الكواكب فنفس العملية هو ارتكافها قال بأنه أتوقع أن هناك قوة خفية هي التي تحرك هذا النظام أو هي التي أسست هذا النظام الرائع للشمس والمذنبات والكواكب دائما يمكن أن توجد بدون وجود قوة خفية تسيطر عليها أو بدون إرشاد بتعبيره هو بنهاية الكتابة الأساسي المعروف هو الأصول الرياضية للفلسفة الطبيعية ما كان اسم الفيزيي السماء دائما تسمى فلسفة الطبيعة فقال هذا النظام رائع للشمس والكواكب مو معقولة يعني ظل بدون وجود سلطان خارق لكن حتى الجماعة الخلقين لم يستخدموا هذه الحجة التي استشهد بها نيوتن لماذا؟ لأن علماء الفلك أغلقوا هذه الفجوة وقدموا تفسير طبيعي لهذه الظاهرة التي نيوتن نفساً لي وضع قانونها هو نفسه كان متفاجئ بها فأجوا الناس علماء الفلك بعد وملأوا هذه الفجوة وقالوا أن هناك تفسير طبيعي لهذه الظاهرة وهذا هو الذي يسمى بالمنهج الطبيعي يعني هو المنهج الطبيعي شنو عند العلماء الفلك أو العلماء بشكل عام هو أنه ما هي أنه أنت تتمسك بأن الحياة هي نتاج عمليات طبيعية هذه العمليات الطبيعية تحدث في نظام من الأسباب المادية والتأثيرات التي لا تسمح أو حتى تحتاج إلى تدخل قوى فوق طبيعية يعني هي هذه منظومة العمليات في ضمن نظام معين هي تتحرك وتتطور وتتغير ضمن هذا النظام بدون أي تدخل خارجي وأذا كان هناك أي تدخل فيجم يعني يمكن فحصه ورؤيته لا يمكن أن يكون هناك شيء خفي أو خارج قدراتنا على تحسس وجوده والآن أنقل أو رح أقرار لكم حوار بين ديفيد هيوم وصديقة الافتراضي في بعض الكتابات كان يسخر من هذه الفكرة فماذا يقول؟ يقول باقتصار يا كلينت اسمه صديقة أن من يتبع هذا الافتراض الذي افترضته ربما يكون قادر على أن يزعم أو يتكهم أن العالم نشأ في وقت ما من شيء ما يشبه التدبير لكنه لا يستطيع بعد ذلك بعد هذا الزعيم أن يتحقق من حالة واحدة ويرى فيها هذا الفرض والمخيلة تساعده على ثبات دليل الإلهي هذا الشخص يعني أن يعلم أن هذا العالم مليء بالأخطاء ومليء بالنقص إذا قررنا هذا العالم بأي معيار أرقى من هذا العالم يعني أنه بالإمكان معنا المعالم ماذا يقصد؟ وميقصد أنه هذا العالم عندما نبحثه نكتشف به كثير من النقص والأخطاء بالمقارنة مع لموذج أرقى يعني أن نحن مدام بشر نقدر نشوف هذا العالم نقدر نسوي عالم أفضل منه لا نقدر يعني أن نقدر نتصور وجود عالم أفضل من هذا العالم فبالتالي هذا العالم ليس أفضل عالم فإذن نظريتك غير صحيحة وأيضا يستمر شيء يقول يبدو أن هذا العالم الذي نعيش فيه الآن هو أشبه بمحاولة فجأة يعني أكو طفل إله طفل غير ناضج هذا يعني يشتغل على هذا العالم وتركه يعني ما عجبه يستمر وتركه غير كامل وغير مكتمل أو بعبارة شيء يقول أنها المحاولة الفجأة الأولى لفعل إله طفل قد تخلى عنها بعد ذلك خجلا من إنجازه الأعرج إنه نتاج إله هرم خرف درجة على المخاطرات منذ قوة الدفع الأولى التي أعطاها للعالم وحتى مماته حجتنا ما هي حجته يومنا كل شيء بسيطة يقول هذا العالم ليس عالم كامل والله الذي يفترض بأنه هو الذي دبر هذا العالم هو نفسه لا يمكن أن يكون كامل هو الآخر بل هو يمكن للمرء حتى أن يتساءل فيما إذا كان الكون الذي صممه بطريقة سيئة جدا حسب تعبيره وكأنه صممه على الأطلال يعني كأنه صممه على الزبالة يعني كانت هناك الزبالة في أجواء تصمم هذا العالم وضع يعني تصممه على أرضية من الزبالة أو القادورات أو الأطلال يعني تصممها في أي مكان كيفما اتفق فبدون اهتمام فذلك جاوب كلينتس قال له رفض هذه الافتراضات وهذه الملاحظات الساخرة من هيوم طبعا هيوم معروف بضرافته وشخصيته اللطيفة طبعا هنا أخذب بالقضية التي أرد أثيرها بالموضوع كل هذا أنه الدليل الذي قدمته نظرية التطور لماذا هي خطيرة نظرية التطور هنا ممكن يجي مثلا محمد عبدالقال هنا ما عندنا مشكلة يعني خلت تطلع نظرية التطور صحيحة وأنه الإنسان من هومان سابينس وتطور ولم يكن هناك لا آدم ولا حواء وأن نظرية الخلق خير صحيحة فما عندنا مشكلة فعلى الإسلامية نقدر نعالجها ونقول أنه مثلا ماذا نقول أتونا عبارة كاتبها فماذا نقول نقول أن الله الذي خلق الكون هو لم يخرقه قبل خمسة ألاف سنة وعشرة ألاف سنة لكنه خلقه منذ أمد بعيد مستخدما ماذا مستخدما قانون الانتخاب الطبيعي باعتباره أحد أدواته يعني إذا كان الإله خلق هذا الكون فهو استخدم القانون الذي اكتشفه دارون فلا بأس يعني بالنتجة إلا هو موجود لكن المشكلة أين هنا؟ هنا أكو مشكلة يعني حتى إذا محمد عبد الرأي صحيح أو حتى الإسلاميين أو المسيحيين أو جماعة التصميم الدكي نفسهم إذا قالوا هذا الشيء هو صحيح أو أنه أن الإله أيضا لا بأس أن النظرية التطور صحيحة لكن هذا لا يتعارض مع مؤتقداتنا بوجود إله المشكلة أين هنا؟ المشكلة أيضا تبقى موجودة مع نظرية التطور الخطيرة وهي التساؤل لماذا توجد الأشياء بهذه الطريقة؟ عصلا لماذا توجد الأشياء نفسها؟ لماذا توجد بهذه الطريقة؟ وليس بطريقة أخرى؟ ثم لماذا نمنح قيمة للأشياء بل حتى نمنح قيمة للطريقة التي توجد بها؟ يعني في النهاية نحن من يقيم هذا العالم وهذا الشيء لا يمكن أن يكون صحيح يعني نحن من نكون لماذا نعطي التقييم؟ فحتى إذا أردنا التقييم نعطي تقييم خاص بنا القضية الأخرى الخطيرة قلت أنه ممكن تتعالج وتأول نظرية التطور أو حقيقة نظرية التطور أو فكرة داروين تأول هدينيا وتفسرها لكن هذا التطور معناتها شنو؟ التطور معناتها أنه نضطي نظرية بوجود إنسان لكن هذه واحدة من الاحتمالات التي لا تحصى التطور يقدمنا احتمالات لا أول لها ولا آخر بوجود أنواع كثيرة من التطور بدليل وجود ملايين الأنواع من الكائنات التي وجدت عبر تاريخ البشرية تاريخ الكرة الأرضية فكيف نفسر هذا؟ هل إنها كلها علاقة بنظرية الخلق؟ لا، هنا المشكلة الخطيرة أكبر من هذا وهي وهي أن فكرة وجود مصامم ذكي أو عدم وجود مصامم ذكي وهذا الخلاف بين الطرفين ملحدين ولا أولادين من جهة ومؤمنين من جهة أخرى كلاهما لا يقدمان لنا تفسيراً له قيمة هنا السؤال الأساسي ليس هذا ليس أنه وجود إله وعدم وجود الله أساساً لماذا وجدت هذه الأشياء كلها؟ لماذا نحن موجودين أصلاً؟ وهذا السؤال الأساسي السؤال الأساسي الذي يغيب عن بال كثيرين لا تتحدثني عشر سنوات مثلاً يطلع لك القنيبة أو يطلع لك متدينين كثيرين أو واحد مثل عبدالله رشدي أو يتحدث أنه النظرية الداروون غلط وهكو متدين يحكي غلط طلعت غلط يعني هو رأساً يعني هو من يما يفتي يصدر فتوى بأن نظرية التطور غلط يعني كما أثبتوا غلط نظرية التطور وهناك أيضاً ملحدين أو لا دينين يقولون النظرية التطور هي صحيحة فبالتالي هي مو هذه المسألة كلها المسألة أنت لماذا هذا العالم وهذا الكون الشاهز الضخم جداً لماذا موجود أصلاً أنا معلي هذا موجود سواء بشكل طبيعي أو موجود بفعل إلهي فهو أصلاً ما معنى هذا؟ لماذا يوجد إله أصلاً فهذه القضية التي تغيب عندها كثيراً وهذا السؤال أعتقد ما سمعت أحد طرحي على أحد علمي شكراً جزيلاً وآسف على الإطالة مع السلامة وأحب أسمع تعليقاتكم بشدة يعني وأحب أنه كما قلت أنه أحب أنه موقعنا يسير موقع للنقاش الحر الله يكبر مع السلامة شكراً شكراً شكراً